تحية طيبة مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المتجدد الدبلوماسية واليوم في هذه الحلقة نتطرق حول الأنشطة الدبلوماسية الأخيرة التي قامت بها إثيوبيا نجري هذه الحلقة مع السيد موسى شيقو نائب رئيس مكتب الاتصاد الحكومي لإقليم روميا نتمنى لكم مشاهدة طيبة كونوا معنا السيد موسى شيقو أهلا ومرحبا بكم جدا أهلا وسهلا وشكرا للاستضافة زار رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى دولة جنوب كوريا وسمغافورة ما هي الأهداف الرئيسية لهذه الزيارة برئيسك؟ شكرا للاستضافة مرة أخرى طبعا أثيوبيا في انتهاجها النهج الجديد في الدبلوماسية النشطة فهذه المرة تتجه أثيوبيا إلى الشرق تحديدا شرق آسيا وجنوب شرق آسيا وكذلك الشرق الأوسط هذا نهج جديد من أثيوبيا مع أن أثيوبيا لها علاقة وطيدة وعلاقة تاريخية قديمة جدا مع أغلب دول العالم لأن هذه المرة اتجهت نحو ما يسمى بنمور آسيا والدول الصائبة فكأن أثيوبيا تريد أن تقول بأنها على منعطف تاريخي وخطير جدا جعلها تتذكر وتبحث عن كيفية الصعود أو النهوض بعد دول آسيا وعلها وجدت ضالتها في أن كثيرا من هذه الدول الصاعدة في آسيا شبيهة في وضعها الاقتصادي والتجاري والتنوع العرقي والتحديات السياسية والاجتماعية كثيرا من الأمور التي تشبه مما حدث لهذه الدول ومما يحدث لأثيوبيا أيضا وبما مرت به تلك الدول وبما تمر به إثيوبيا حاليا للنهوض بشعبها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا قبل يعني عقدين من الزمن أو ثلاثة عقود من الزمن كان يجري في كوريا الجنوبية كان في سنغافورة كان في الدول المجاورة لها الحديث عن الحوار الوطني ومحاولة التوفيق بين التنوع العرقي في تلك البلاد ومحاولة إصلاح النظم السياسية ومحاولة توحيد الأطراف المختلفة بما فيها الأحزاب السياسية والجماعات العرقية توحيدها نحو النهوض بالبلد نفس ما كان يحدث هناك قبل ثلاثة عقود الآن يمر في إثيوبيا نحن نعمل المستحيل للخروج من هذا المنعطف التاريخي إلى بر الأمان لتسجل إثيوبيا نفسها في الدول الصاعدة إذا كان هناك في آسيا نمور صاعدة فلابد أيضا في إفريقيا أيضا نمور صاعدة ودولة متقدمة التي تبحث في كل شيء وعن كل شيء ومع كل أحد للخروج إلى بر الأمان للخروج إلى طريق النهوض والتقدم والتطور هذه هي النظرة العامة التي نقدر أن نفسر بها الزيارات التي حدثت في كوريا الجنوبية وسنغافور وكذلك في الشرق الأوسط السعودية وقطر وغيرها من الزيارات المتوالية التي ربما سنسمع عنها في الأشهر القادمة جميل هذه الزيارة جاءت بعد تقريبا عقود طويلة كان آخرها الإمبراطور هيلة سلاسي زار هذه الدول كون كما ذكرتم هذه الدبلوماسية النشطة اتجاهها إلى الشرق والاستفادة من خبراتها بالتحديد ماذا يمكن أن يكتسبه الوفد المرافق لرئيس الوزراء من هذه الزيارة بما ينفع إثيوبيا نأتي إلى كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية دولة قديمة جدا فتاريخ كوريا طبعا معروف لدى المؤرخين أن شبه الجزيرة الكورية التي هي الجنوبية والشمالية معا فحكومة كوريا الجنوبية تكونت كحكومة عام 1948 هذه الدولة كانت أمامها تحديات كبيرة جدا وكانت تعاني من الإصلاح النظام السياسي وكذلك الاقتصادي فبعد أن انطلقت في عام 1948 هذه الدولة ركزت على تنمية وتطوير الاقتصاد وخاصة في مجال الإلكترونيات وكذلك بناء السيارات والسفن وكذلك التكنولوجيا المتقدمة وتعتبر كوريا الجنوبية الآن دولة تلعب دور مهما في اتخاذ قرار السياسات في دول آسيا فيعني إثيوبيا الآن دائما نرى ونسمع في وسائل الإعلام سواء في خطط الحكومة الحديث عن التكنولوجيا ومحاولة الإنتاج ومحاولة تطوير التصدير إلى الخارج وكذلك الاستيراد يعني فبداية هذه الزيارة بكوريا الجنوبية في إثيوبيا وقعت اتفاقيات في كل هذه المجالات التي تعرف بها هذه البلد المتطورة في آسيا والتي تسيطر الآن بإنتاجاتها خاصة في بناء وتطوير الهاتف الجوال شركة سامسانج وإل جي وغيرها من الشركات المرموقة عالميا فزيارة وتوقيع الاتفاقيات مع كوريا الجنوبية هذه أيضا تحدث إلى التطوير والتعاون في كل هذه المجالات فكوريا الجنوبية أيضا كما تحدثنا على السعيد الأسيوي تتمتع بعلاقة وطيدة وقديمة في الشرق والغرب في أوروبا مع دول الجيران مع الصين واليابان هذه كلها ربما يكون إلهام للوفد الأثيوبي والخروج بمخرجات ممتازة في كل الجوانب هذا الذي أنا أفهمه من زيارة كوريا الجنوبية وأيضا العلاقات منذ زيارة هاي لسلاسي إلى يومنا هذا شعبيا وللمعلومية هناك لغة أمهرية يتم تدريسها في الجامعات الكورية فهذا يؤكد على اهتمام كوريا الجنوبية بجمهورية أثيوبيا وكذلك أغلب البعثات التعليمية الأثيوبية وخاصة للمسؤولين الحكوميين تكون في كوريا الجنوبية فعلاقتنا مع هذه الدولة علاقة متطورة جدا وعلاقة متجذرة يمكن أن يستفيد الأثيوبيون من هذه الدولة في المجالات التي عرفت بها هذه الدولة وكذلك يستفيد الأخوة في كوريا الجنوبية أيضا من المجال السياحي والاستثمار وبناء التكنولوجيا والاستثمار فيها في هذه المجالات في أثيوبيا وأيضا لفت هناك في استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له كان هناك الشعب بالشكل كبير يحملون العلم الإثيوبي والجنوب صحيح صحيح وأيضا إثيوبيا قامت بمساندة جنوب كوريا وخاصة في المحنة والحرب التي كانت فيها بالجنود الإثيوبيين الذين ضحوا أرواحهم هناك هذا نفسه يعني صحيح فالعلى هذا هو السبب ربما قد يكون هذا هو السبب في بقاء العلاقات قوية بين البلدين وتشابه التحديات أيضا والكوريون لديهم همة في الأخذ بأثيوبيا إلى طريق التقدم والتطور نلحظ ذلك في عدة لفتات تحدث فسنويا تقريبا في العام الماضي هناك وزير الخارجي الكوري 2023 أعتقد أنه في 8 أغسطس قام بزيارة إلى أثيوبيا والتقى بالمسؤولين الأثيوبيين وتم التباحث في مواضيع مختلفة فالزيارة الماضية لكوريا الجنوبية أثمرت وأدت إلى أن تكون هناك زيارة بقيادة رئيس الوزراء إلى كوريا وأثمرت بالتوقيع الاتفاقيات ثنائية بين البلدين نأتي إلى تجربة سنغافورة كانت الزيارة الثانية للوفد الحكومي إلى سنغافورة ما الذي يمكن أو ماذا اكتسب هذا الوفد من خلال زيارتي لهذه الدولة أشرت في بداية الحديث أن التحديات التي تمر بها أثيوبيا كانت تشبه التحديات قد مرت بها كثير من دول آسيا في الحالة السنغافورية أيضا نجد نفس الأهداف فالنهج الأثيوبي الجديد في الدبلوماسية النشطة هو ليس إقامة علاقة عادية فقط وإنما نقل كل ما كان يحدث في الدول المتطورة والاستفادة من التجارب التي مرت بها هذه الدول وسنغافورة أيضا الحديث عنها ذو شجون سنغافورة هي جنة آسيا والقدوة في البلد المتطورة الذي غير نفسه من بلد لا شيء إلى بلد مذهل أذهل العالم الآن عندما تعتبر الدخل الفردي في سنغافورة يتفوق على الدخل الفردي في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانية وهما الدولتان الكبيرتان يعني يضرب بها المثل لكن سنغافورة تطورت على كل هذه الدول بينما لم تكن في سنغافورة قبل أربعين عاما من الآن قبل خمسة وثلاثين عاما من الآن لم تكن شيئا كنا نمر بمثل تلك الظروف فالتكون العرقي والتكون الاجتماعي في سنغافورة عرقيات مختلفة متناحرة فيما بينها وانتشار الفساد والجريمة المنظمة وغيرها من الأشياء التحديات لكن هذه الدولة بعد أن استقلت مرت بهذه التحديات جاء قائد من قياداتها فدرس كل هذه المظاهر ودرس كل هذه المشاكل وهذه التحديات واكتشف في الأخير أن التوافق الوطني أن التوافق الوطني هو أسبق من كل شيء فنجح في جلب السنغافوريين إلى طاولة واحدة للتباحث فيما بينهم عن المشكلات العرقية التي تواجههم فصار التفاهم وهو ما نمر به الآن في مجلس الحوار الوطني نجح هذا القائد في أن يكون هناك سقف واحد يجتمع تحته السنغافوريون فحلت مشكلة التناحر والتناوش والاختلاف والاقتتال فنهضت السنغافورة لتكون على ما هي عليه الآن من التطور الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي فيعني كل السنغافورة سنغافورة هي عبارة عن أراضي متناثرة في وسط البحار وجزر صغيرة لكنها الآن بقوتها تبهر العالم أقوى اقتصاد في آسيا وأقوى اقتصاد في العالم أيضا استثماراتهم تتركز في التكنولوجيا أيضا وبناء السفن وغير من المجالات التجارية الأخرى لكن لو كان لنا من الأمر الشيء لو استطعنا كان على كل إثيوبي أن يزور سنغافورة ليرجح ليفهم الوضع في بلده فأعتقد أن الزيارة إلى سنغافورة أيضا كانت ناجحة جدا ومثمرة وأكثر فائدتها في أنها درس للوفد الأثيوبي والذين ذحبوا للزيارة إلى هناك كلهم شخصيات مهمة تقدر أن تتخذ القرارات تقدر أن تقود هذا البلد إلى ما قاد إليه قائد جنوب سنغافورة وكذلك كوريا الجنوبية فأعتقد أن هذه الزيارة زيارة موفقة ودبلوماسية نشطة حقا ونحن نرى تحرك إثيوبيا بهذا المستوى بهذه الطريقة يبعث الأمل في الأجهال الحالية أيضا والقادمة فنحن نشعر أن الدبلوماسية النشطة التي تقوم بها الحكومة الأثيوبية هي تزرع الأمل في جميع الأثيوبيين في من يفهم هذه الأمور طبعا العلاقة بين إثيوبيا والشرق الأوسط هناك زيارة رفعة المستوى من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين جاءوا واستكشفوا الفرص الاستثمارية وأيضا بنفس الوقت كان هناك زيارة لوزير المالية السيد أحمد شدي والوفد المرافق له إلى دولة قطر مع رسالة رئيس الوزراء كما ذكرتم في بداية حديثكم عنك التوجه الشرقي والاستفادة من الشرق في مختلف المجالات من خلال منطلقات تطور لهذه الدول وأيضا الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والمادية التي تمتلكها هذه الدول كيف ترون منح النشاط الدبلوماسي في هذا الصدد؟ أيضا هذا في نفس السياق نفس الدبلوماسية النشطة التي تقوم بها إثيوبيا دعني أقول لك فيما يخص السعودية نحن يعني الحديث عن العلاقة السعودية الأتيوبية حديث ذو الشجون أيضا فنحن ارتبطنا مع السعودية ودول الخليج العربي ارتبطنا ارتباط أزلي منذ أن وجد البحار منذ أن وجدت هذه الأرض لا تزال العلاقة بين دفتي البحر بين دفتي البحر طبعا على البحر الأحمر لا تزال العلاقة بشكل من الأشكال متواصلة ومتقدمة قبل أن تأخذ هذه البلدان هذه الأراضي هذه الأسماء التي ننادي بها الآن قبل أن تكون أثيوبيا قبل أن تكون السعودية الناس في هذه الأراضي منذ قديم الزمان يتواصلون بشكل من الأشكال تكون هذه العلاقة تجارية أو دينية أو سياسية فالعلاقة مع المملكة العربية السعودية علاقة غنية عن التعريف لا يحتاج الخوب فيها لكنها أحيانا تتأرجح بين الفتور وبين النشار فالآن مع انتهاج أثيوبيا نحجة دبلوماسية النشطة مع التغيير الذي حدث في أثيوبيا أصبحت المملكة العربية السعودية الوجهة الرئيسية والمهمة على رأس أولوية عمل النشاط الدبلوماسي الأثيوبي فزيارة الوفد السعودي بقيادة الغرفة التجارية السعودية وكبار رجال الأعمال والشركات المرموقة في السعودية هذا يدل على أن المملكة العربية السعودية تولي اهتماما كبيرا في بناء علاقات متقدمة بناء علاقات اقتصادية وسياسية متقدمة مع جمهورية أثيوبيا وأن لدى السعودية قدرة كبيرة أيضا في أن تكون هي الرائدة الأولى في الإمساك بملف الاستثمار والاستفادة من خيرات والمواد الخام التي توجد في إثيوبيا والسعوديين أقرب بلد عربي يكون قريبا مننا وجدانيا وتاريخيا فأيضا أعتقد أن هذا صفحة جديدة ومتقدمة في تاريخ العلاقة السعودية الأثيوبية فزيارة وفد بهذا المستوى يعني أعظم ما تمتلكه السعودية من رجال الأعمال وبقيادة الغرفة التجارية يعني السعودية كلها كانت عندنا وفي بلدهم الثاني وزيارة هذا الوفد رغم أنه وفد تجاري كان له صدى كبير في الشارع الأثيوبي تناولها الأثيوبيون في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي بالأمل وبالترحيب يعني كان له صدى كبير ونأمل أن تكون هذه الزيارة متوجة بعمل قادم واستثمار واعد يستفيد منه الأثيوبيون أيضا ويستفيد منه الإخوة السعوديون حقا هذه دبلوماسية نشطة فهذه نتيجة عمل دؤوب لوزارة الخارجية والجانب النشاط الدبلوماسي فنأمل أيضا أن تكون هذه الفكرة مطبقة على عرض الواقع دمنات إلى الزيارة وزر المالية أحمد شليل دولة قطر وأيضا دولة قطر من الدول من دول الخليجة الصاعدة والتي لديها إمكانات تكنولوجية وكذلك في مختلف المجالات هناك الجزيرة هناك القدرة في الإنتاج الإعلامي وغيرها من المكتسبات والجزيرة معروفة كانت تقدم عدة التدريبات في مختلف وسائل الإعلام وهناك تواصل بين هذه الدولتين من أجل تعزيز ورفع مستوى هذه العلاقة كان هناك خطبة من وزير المالية والوفد المرافق له عندما ذهب إلى دولة قطر كيف رأيتم هذه الزيارة؟ نعم دولة قطر الشقيقة أيضا من الدولة التي لها باع طويل جدا لها تأثير قوي تمسك بملفات إفريقية وإقليمية كثيرة وكانت ولا تزال كعبة السياسيين وكعبة المحضومين كما يقال قطر تلعب دورة مهمة كبيرة وكذلك قطر دولة متقدمة اقتصاديا وسياسيا وطبعا في مجال الإعلام وقناة الجزيرة في صدارة القدوة للقنوات الفضائية الناجحة التي لعبت دورة كبيرة في الدفع بدور الإعلام في إفريقيا ودول الشرق الأوسط والإعلام أيضا لعبت الجزيرة دورا كبيرا في إبراز الجانب الأثيوبي في كل المجالات ونشكر بهذه المناسبة وكانت صوتنا أيضا في السنوات الماضية في موضوع سد النحن وغيرها لإسمع أو لإيصال صوتنا للعالم فسياستها التحريرية هي سياسة الحيادية الحيادية فهذا وغيرها جعل قطر في صدارة الدولة التي ينبغي بناء علاقات طيبة وعلاقات متقدمة معها النحن جواثيوبيا هو فتح العلاقات الدبلوماسية القوية مع كل الدول بما في ذلك دولة قطر الشقيقة فدولة قطر في الدول العربية هي تتصدر القائمة الأولى في كثير من المجالات منها التعليم لذلك فأصبح لازما علينا كأثيوبيين أن نفتح علاقات جيدة وطيبة متقدمة وإن شاء الله ننتظر زيارة وفد قطر بمستوى عالي وأن يكون هناك تبادل الخبرات والاستفادات بشكل أوسع وتمنياتنا للأخوة في قطر بمواصلة النجاح والتقدم الذي أبدوه في كأس العالم قبل سنتين تقريبا نأمل أن تنقل الحكومة الأثيوبية أيضا هذه الخبرات والتجارب إلى بلدها عموما الدبلوماسية النشطة التي تقوم بها الحكومة الأثيوبية تثمر بشكل رائع جدا ويجب أن نكون نحن كأثيوبيين على مستوى من المسؤولية والاستفادة من خبرات الدول التي نقيم معها علاقات طيبة فأثيوبية تتقدم كلمة أخيرة هناك قبل أيام دشن رئيس الوزراء بناء الممرات في ضواحي بياسة ورد كيلو وهذه الممرات التي تساعد لي خاصة في تخفيف بشكل كبير الحوادث المرور وغيرها وتجميل البلاد هناك تجارب يكتسبها دائما الوفد الإثيوب عند زيارته للدول ويطبقها حرفيا في البلاد والتي رأيناها رأي العين بغضون ثلاثة أشهر تم إكمال بناء الممرات في الأجزاء التي بدأت فيها في ضواحي في الفني كيف ترون هذه الدبلوماسية التي تطبق ما تشاهده وكذلك ما تكتسبه من الخبرات في إثيوبيا في غضون فترة قصيرة الظروف التي تمر بأثيوبيا حاليا شبيهة بما كانت تمر به كثير من الدول في العالم أو في آسيا خاصة الدول الصاعدة الدول التي نحضت الآن وإن شاء الله أتمنى أن تضاف إلى الزيارة جمهورية ماليزيا أيضا لأن لأن سنتعلم منها الكثير فأنا أقول بالنسبة للممرات أو شوارع أديس أبابا التي تشهد تطويرا وإعادة تحديث بنياتها التحتية لتتلائم مع مدينة اسمها العاصمة السياسية لإفريقيا أديس أبابا فلم يكن الإهتمام مصبا على مثل هذه المواضيع والآن حان الوقت ونحن فيها فالوفد الأثيوبي الذي زار دول آسيا والشرق الأوسط أعتقد أنه سيأخذ درس كبيرا في أنه كيف ضحى الأسيويون خاصة في سنغافورة وكوريا الجنوبية ضحوا بكل شيء ضحوا ببيوتهم وبعماراتهم وبسكنهم في أماكن غالية لتبقى بلدهم بلد مواكبة للبلدان المتطورة للبلدان الناهضة فالنهوض والتطور والجمال الذي تشهد أديس أبابا لا يأتي من فراغ لا بد هناك من تضحيات على مواطنين في أديس أبابا وغيرها من المدن أن يستعدوا لهذه التضحية لأنهوض ببلدهم ليكسبوا بلدهم لأجيال قادمة ليعطوهم أو ليسلموهم مفاتيح مدينة عاصمة متطورة تجاري مدن أوروبية أو مدن في دول آسيا كالتي زاروها اليوم شكرا جزيلا السيد المساشيق على الاستفادة في هذا الموضوع ولقاء مجددا بكم إن شاء الله شاهدين الكرام نشكركم لمتابعتكم هذه الحلقة وحتى جديد اللقاء وموضوع آخر نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة